مين اللي ممكن رحضك تجاوبي على السؤال بتاع جمانة؟ صراحة الاتنين مش حد واحد زي ما بيقولوا كده التكستو توتانجو يعني احنا لازم طرفين يكونوا عندهم الاستعداد انهم يمشوا المركب انما لو طرف قرر ان هو يقف ويقفل دماغه مش تمشي يعني الطرف المطلوب منه ان يكون عنده صلابة نفسية اكتر من التين بصي يعني رأيينا مش بتتقاس بالشكل ده هي بتتقاس مين في الموقف ده هيبقى محتاجين صلابته يعني هي الفكرة ان احنا هي علاقة فيها تشارك زوج وزوجة ده له مسئوليات وهي لها مسئولياتها فمين فينا بقى في الوقت ده قدر يقف احنا اتراحة بنوع ما بين رأيين شويا لايه حد يقول انه المسئول عن المركب تمشي الست وشويا نسمع انه المسئول عن القيادة هو الراجل وهو فيه فرق انت حدرتك قلت المركب تمشي والقيادة هي الحاجة تمش واحد يعني القيادة الراجل خلاص تعالي بقى خشي تمام المركب تمشي قيادة على فكرة لا ومش يعني وليه برضو معلش ليه ليه قيادة 100% الراجل لا فيه مور فيه ستات اسكة من الرجالة وعندها أحسن من الرجالة أنا حسن العلاقة فيها التوتر وأنا جاي هنا انتوترتوني طيب ممكن تقولي من واقع خبرتك وطريقة التعامل مع الناس والحالات أكيد طبعا في حالات كتيرة انت بتشوفيها مين فيهم عنده استعداد ان هو يعد الموضوع؟ مين فيهم عنده استعداد ان هو يمشي المركب زي ما بنقول؟ والله أنا فعلا بيزدى على تجارب سواء محيطة بالناس حوالينا أو شغل فعلا هي متوقفة على طبيعة الشخصية يعني أنا ما بحبش أقول راجل وسطي طبيعة الشخصية فيه شخصية عندها استعداد انها يبقى عندها ساعة صدر تقبل تغافل عن شخصية تانية بس هي الفكرة انه نجاح الزواج مبني على ان الطرفين يقتنعوا انه احنا لازم نمشي المركب زي ما هي قلت أنا مرة هاجي على نفسي في حاجة ومش هاجي على نفسي هفوت حاجة وهتغافل والمرأة الجاية اللي قدامي هيتغافل برضو طيب شايفة ان عيد الحب ده فرصة لأي زوجين ان هما يستعيدوا ذكرياتهم القديمة؟ يعني ممكن نقول اه فرصة لطيفة ولو اني انا بحب دايما فكرة انه احنا مش محتاجين عيد بس واحدة يعني هو الحب موجود طول السنة واحنا موجودين طول السنة بس يعني تعالى نقول ان احنا كتير الستات بنحب مود عيد الحب قوي وبنحب احنا الستات بنحب الاحتفالات وبنحب الازهار ده يعني التفاصيل يعني على قد ما الرجالة ممكن تشوفها بعد ما بنتجوز كذا سنة او كده بورد يعني وهدايا وكده ولا مش شرط والله يبقى الشكل بورد وهدايا بس على الاقل يبقى فيه حاجة سباشال يعني خروجة مختلفة مع بعض اتسامة يا دكتور والله مساعدة طبق صلطة اي حاجة والله يشفر اتسامة بتاعنا بورد يعني بس ما بتاعتنا كل او خلاصينها شفتي دكتور وهو ده مشكلة دي مشكلة على فكرة عند الطرفين راجل وسط احنا ظروف الحياة حاليا ضغط فيها عالي جدا كلنا سترس ده بنحاول بنجري يعني علشان نقدر نوصل في السبق الكبير اللي احنا فيه مشاغل كتيرة وكلنا عندنا مسؤوليات فده عمل عنينا ضغط نفسي والبني ادم لو بيبقى تحت ضغط نفسي ما بيقدرش انه هو يظهر افضل ما عنده يعني فيه واحد بيقدر يعمل ده بنسبة واحد تاني لأ بس غالبيتنا ما اتضربناش على فكرة ان احنا نقوبريت بطريقة صحية تحت الضغط النفسي